ده بقى له خمس شهور بس طيب فين فلوس التذاكر اللي بعشرين جنين؟ تعليقات كتير على الفيسبوك بعد صور انتشرت لمامشا أهل مصر خلت الكل مستغرب وبيسأل ايه اللي حصل وبرده المراضي المواطن السبب ولا ايه الحكاية؟ انا ماريا مجدي وخليكم معينا علشان تعرفوا التفاصيل من البداية للنهاية وكمان نشوف الحكومة ردت قالت ايه؟ في الساعات الاخيرة انتشرت صور من مامشا أهل مصر على السوشيال ميديا وظهر فيها هبوط في ارديات المامشا وخروج البلاط من مكانه وطبعا صور زي دي قلبت السوشيال ميديا خصوصا ان افتتاح المامشا كان من خمس شهور بس فليه يحصل كده؟ الدكتور عبدالخالي ابراهيم مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنية قال ان الصور المتدولة لبلاط مشروع مامشا أهل مصر سببها اعمال رفع الكفاءة ووضح ان وزارة الاسكان بترفع كفاءة اعمال المشروع من الفترة للتانية وده علشان يقدر يقدم مستوى كويس من الخدمة للمواطنين طيب ليه رفع الكفاءة والمشروع بقى له شهور؟ عبدالخالي قال ان السبب هو سوء او كسافة الاستخدامات وبرضو فيه عوامل تانية زي ارتفاع منسوب مياه النيل وتأثيره في بعض الاماكن في المامشا واكد في نهاية كلامه ان وزارة الاسكان بتنفذ اعمال سيونة من فترة للتانية في كل مشروعاتها وده لضمان استمرارية المشروع وكانت الحكومة افتتحت المرحلة الاولى من مشروع مامشا اهل مصر في شهر مارس اللي فات واللي بتضم 19 مبنى مختلف و62 محل بمساحات مختلفة وخمس كافيتريات وخمس مطاعم وثلاث جراجات للسيارات ومراسة نيلية ومسارح عائمة ومطاعم وكافيتريات وخدمات ومنافس بيع وبعدها صرح مسؤول بان حجم التلافيات اللي حصلت في مامشا اهل مصر يعني عدت الـ 800 ألف جنيه ووصلت لزجاج المحلات وإطلاف بوابة المامشا ووضح ان شركة السيونة والنظافة الخاصة بمشروع مامشا اهل مصر بتصرف 2.5 مليون شهريا وده على اعمال التشغيل والسيونة لغاية ما قررت الوزارة انها تفرد رسوم لدخول الجزء السفلي من المامشا وده عن طريق تذكرة بعشرين جنيه أما الجزء العلوي من المامشا فدخوله لست بالمجان وساعتها الوزارة قالت ان فرد التذكرة بسبب توفير الاموال اللازمة لإصلاح التلافيات في المشروع والناتج عن سوء استخدام المواطنين والمفروض يتم افتتاح المرحلة التانية قريب بحيث تكون في المنطقة ما بين كبري قصر النيل لغاية كبري اكتوبر بطول 800 متر والمسافة بين كبري اكتوبر إلى كبري 15 مايو بطول 1100 متر والامتداد من كبري مبابة إلى كبري الساحل بطول 1300 متر وحسب مخطط المشروع فيكون في مرحلة تالتة من كبري تحيا مصر لغاية كبري الساحل ومن كبري قصر النيل إلى كبري المريديان ومع كل مرحلة بيتم افتتاحها بتوفر الوزارة خدمات المرافق والباركينج للسيارات وكمان بيكون فيه مطاعم ومحلات تجارية وكابتريات بطول الممشا انتو ايه رأيكم في اللي حصل؟ وازاي نقدر نحافظ على ممشا أهل مصر من التلافيات؟ وهل احنا محتاجين توعية أكتر للحفاظ عليه وخصوصا توعية للمواطنين؟ بما أنه يعني لسه تم افتتاحه قريب جدا